أسمي أنا أوفيشلي أسامة عليه شوهدي باهي لكن هكي بابليك سامي يقول للجماعة في أيفريل 76 تقريبا معمر خطب في سلوك منطقة بره بنغازي ب60 كيلو تقريبا وفي أثناء الخطاب قال إن فيه مجموعة من الليجان الثورية بتخشع الجامعة بصفوها من رجعية والنين الرجعية اللي هم أحنا يعتقدوا فينا فأذكي اليوم ما مشيناش للجامعة أنا شخصيا ما مشيتش للجامعة خفت بصراحة قعدنا في البيوت يوم 8 أبريل أو 9 أبريل أنا تم القبض عليه وحطونا في السفجن في الحرس الجمهوري في بنغازي أنا بدروا لنا محكمة أنا خرجوني إخلاء سبيل والمجموعة اللي كانت معايا ما بين مساكين إعدام المؤبد كنت مطرود من الجامعة بعد ضلعت مسجن جيت نفسي مطرود عديت للمحكمة وبواسطات هكي وهكي رجعت للدراسة بعد ما درنا الامتحانات بتاعنا واللي هي أدت التخرج يعني بالنسبة لي أنا تم اعتقالنا وبعد الاعتقال ادرينا بأن فيه مجموعة من البنات كانت جميلة وكيف ما صار وصوفي الله يرحمها وكنا بتهمة تنظيم شيوعي هنا قاعدة معانا فترة وبعدين اطلعا لأنها كانت من صعبة حتى تسجن بنت كانت هذا الوقت يعني جديدة حتى على ليبيا أن مرأة تدخل للسجن وتبات في السجن وكذا يعني كانت من أوائل البنات اللي سجننا في عهد معمر القذافي هنا نحن أول ما اعتقلنا اعتقلنا حطونا في سبع بريل هنا في معسكرة اسمه سبع بريل هذا تم فيه قعدنا فيه شهر ونص تقريبا أو شهرين ماتوا معانا اثنين من زملاية واحد مات قدامي هذا اسمه ناجي بوحوية الله يرحمه هذا محامي هو وقعدنا شهر ونص تقريبا في سبع بريل هنا وبعدين تم تكتيفنا وحطونا في سيارات وشلونا لعند طرابلس مكتفين من لقدامه ومنكرعينا ومغصبين عيوننا لعند طرابلس رحلة كانت عذاب جدا بصراحة والشهرين اللي شفناهم في سبع بريل هذين أنا قعدت بعد سبع بريل ست شهور تقريبا ما نقدرش ناكل ولا نشرب ولا نغسل ولا لانه دي قادة انجيلات هكي لمدة سنة تقريبا كانوا الجماعة اللي بعد شفت جماعة كنا انفرادين هنا بعد تقريبا ست شهور شفنا بعض فقعدنا هم اللي غسلولي الدخان يحطولي في الدخان هم يأكلوا فيه هم كنتنا واثنين اخرى واحد اسمه فوزي الشامي علقونا في الزي الثرية هكاهي من يدك أنا قعدت من المغرب في رمضان لغاية الثاني يوم معلك فالأحصاب هنا تعبا يدي أنا معاشت بعدها قعدنا نديروا فيه علاج طبيعي برواحنا وهني ومعانا دكاتريا تم هم اللي يمشوننا في الامور وبعدها تم تحقيق معايا في بوسليم وبعدها قعدت فترة طويلة سبوع اخرى تقريبا وتم مقابلة تمت مقابلة معايا حياة الصادق في بداية مايو تقريبا قبل اعدامه أنا أذكر قبل اعدامه بثلاثة أيام أو أربعة لأنه كان في المقابلة خليفة حنيش هذا للرئيس الاستخبارات كان قال لي أنه بنعدمه هذا بعد يومين في بنغازي أنا علمت اعدام الصادق من خليفة حنيش في أثناء المقابلة في سجن بوسليم بس من هذك اليوم إلى مع الشفتة الله يرحمه ويسامحه إلى الآن علمت أنه هو أعدم في هذا المكان اللي هو في المدينة الرياضية اللي هو الآن ديرين فيه اللقاء الضاهي وانا كنت سبب في وجود اللقاء في هالمكان الضاهي لأنني نبي نذكر نفسي بيه بصراحة يعني لي من 80 أنا ما جيتش للمكان الضاهي بهذا سبب شكرا